ازايكم يا شباب عاملين ايه يا رب تكونوا بخير اهلا بكم في قناتي حنفي فيلاجز والنهاردة معانا فيديو مهم جدا وصلتني رسال كتير جدا على الانستجرام وعالفيسبوك عن ايه هي الوظائف المطلوبة او اكتر المهن المطلوبة في الامارات في 2022 لو انت بتفكر تيجي الامارات وتيجي تشتغل فالفيديو ده ياريت تتفرج عليه عشان تعرف ايه هي الوظائف او المهن المطلوبة في 2022 في دولة الامارات العربية المتحدة لازم تعرف قبل ايه كلام ان دولة الامارات العربية المتحدة هي اكتر دولة ممكن تنجح فيها في العالم لو اجتهت واشتغلت بجد ودورت على شغل وبدأتها من تحت او بدأت من صفح هتقدر تنجح في حياتك هتقدر هنا بكل سهول تقدم على تأشيرات شنجل لأوروبا وتسافر بكل سهولة هنبدأ الاول في اول وظيفة مطلوبة على حسب الاستبيان الاخير وهي مندوب المبيعات شركات كتيرة جدا بتطلب مندوبين مبيعات علشان يروحوا يشتغلوا في شركة ويبيعوا سلعة معينة او يشتغلوا سيلز او الدور يكونوا موجودين في مول او سيتي سنتر وفي نفس الوقت يقدروا يبيعوا السلعة دي على حسب المبيعات اللي انت بتبيعها بتقدر تاخد كوميشن صغير بالنسبة دلوقتي لتاني وظيفة مطلوبة على حسب الاستبيان الاخير في دولة الامارات وهي الكول سنتر اي شركة دلوقتي او اي مكان بيطلب موظفين كول سنتر للشركات العامة او شركات كبيرة بتحتاج موظفين كول سنتر انت اهم حاجة يكون معاك لغة الى حد ما متوسطة لان المهنة دي هنا في الامارات بتتطلب لغة انجليزية رقم 3 معانا في الاستبيان الاخير وهي شغلانة المطاعم اي مطاعم سواء مطاعم خارجية او مطاعم جوا فندق المطاعم ده بيطلب ناس يشتغلوا ويتر تقدم اكل الوظيفة دي مطلوبة بكثرة هنا موجودة في دولة الامارات ان انت تقدر تشتغل فيها سواء بمؤهل حتى متوسط او حتى لغة بسيطة اكتر الاماكن اللي انت تقدر تنجح فيها هي اماكن المطاعم لان انت بتبدأ من الصفر ممكن تبقى ويتر تبقى بعد كده سينير ويتر بعد كده ممكن توصل كابتن بعد كده ممكن توصل ريسترام مانجر ودي بتتطلب منك مجهود مرتبتهم الى حد ما بسيطة بتبدأ الاول من 1000 درام او 1200 درام وممكن توصل معاك لتلات او 4000 درام الوظيفة المطلوبة بعد كده معانا هي موظف الاستقبال او الريسابشن الريسابشن وظيفة مطلوبة بكثرة في دولة الامارات العربية المتحدة الوظيفة دي مطلوبة بنسبة 17% شركات كتير او فنادي بتطلب موظفين استقبال لازم الى حد ما يكون معاك انجليزي الى حد ما متوسط يا جماعة لازم تعرفوا ان الانجليزي هنا مهم جدا جدا حتى لو انت مش معاك اي مؤهل كبير طالما معاك لغة انجليزية هتساعدك كتير جدا في الشغل جوى دولة الامارات كمان لازم تعرفوا يا شباب ان الامارات العربية المتحدة هي اسهل دولة ممكن تعمل فيها تعديل وضع على حسب القانون اللي اصدر رقم 377 لسنة 2014 ان انت تقدر تعمل تعديل وضع قانوني بكل سهولة هنا اهم حاجة الاجتهاد والسعي ان انت تدور على شغل هتلاقي وان شاء الله بازن الله ربنا هيكرمك هنا السعي والاجتهاد بيوصلك لمكانة كبيرة جدا بازن الله في الفترة الجاية هنبدأ سلسلة فيديوهات عن دولة الامارات العربية المتحدة ازاي تقدر تدور على شغل وانت موجود في بلدك ايه هي اجراءات ان انت تقدم على اسهل فيزا ممكن تقدمها هي فيزة الزيارة لدولة الامارات العربية المتحدة ده غير كمان ايه هي عوامل النجاح ان انت تنجح في دولة الامارات ازاي تتعلم انجليزي كويس جدا وكمان هعمل فيديوهات انا تعلمت ايه من دولة الامارات اهم حاجة الاجتهاد والسعي وايه هي مميزات ان انت يكون معاك الاقامة جوى دولة الامارات العربية المتحدة زي ما قلت لو انت بتفكر تسافر اوروبا الامارات احسن مكان ان انت تبدأ فيه خطوة اسهل مكان تقدر تقدم فيه على شينجين فيزا وتسافر بها برا الامارات هنا اسهل مكان لازم نعرف اهم حاجة يا شباب ان فيه اماكن معينة ومحددة اللي انت تقدر تدور فيها على شغل زي مواقع مثلا زي دوبزل او الوسيط او جريت الخليج او البيان هسيب لكم روابط المواقع دي في صندوق الوصف وبكده نكون وصلنا لهاية كلامنا النهاردة لو الفيديو عجبك من فضلك اعمل لايك وسبسكراب لقناة واشوفكم على خير باذن الله سلام عليكم